قال الجيش الروسي في بيان أن وزير الدفاع سيرجي شويغو أبلغ أن القوات الروسية في وضع هجومي بعد السيطرة على مدينة أفديفكا الصناعية الاستراتيجية وتفقد شويغو قواته في مناطق تسيطر في أوكرانيا وقال شويغو للجنود في أحد مراكز القيادة أنه من حيث نسبة القوات فإن الأفضلية للقوات الروسية أكد الأمين العام لحلف النيتو يانس تلتنبرغ على مواصلة تقديم الدعم العسكري إلى أوكرانيا لمواجهة روسيا وحماية أراضيها أعلن حلفاء النيتو عن حزم جديد من المساعدات لأوكرانيا قيمتها مليارات الدولارات تغطي ذخيرة المدفعية والدفاع الجوي والقوارب القتالية وكذلك معدات وقطع غيار طائرات F-16 وطائرات بدون طيار ومعدات لإزالة الألغام المزيد من الدعم في الطريق أوكرانيا ستنم إلى حلف الشمال الأطلسي ليست مسألة ما إذا كانت ستنضم بل متى وسيواصل النيتو الوقوف إلى جانب أوكرانيا حذر الأمين العام لحلف النيتو من خطورة الأوضاع على جبهات القتال في أوكرانيا مع استبرار بوتن في تحقيق سيطرة كاملة على أوكرانيا يظل الوضع في جبهات القتال خطيرا للغاية وهدف الرئيس بوتن في السيطرة على أوكرانيا لم يتغير ولا توجد مؤشرات على أنه مستعد لإحلال السلام علينا أن نبقى متماسكين لقد أظهرت أوكرانيا مرة أخرى مهارة رائعة وتصميما قويا تعهد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي بأن أوكرانيا ستهزم روسيا مع دخول الحرب عامها الثالث وقال زيلنسكي في حفلا بمناسبة الذكرى السنوية حضره العديد من الزعماء الغربيين في مطار جوستوميل في كياب قال إن نضال الأوكرانيين لسبعمائة وثلاثين يوما سيجلب النصر في أفضل أيام حياة أوكرانيا في التاريخ المستقبلي ستقف دائما كلمة مستقل بجانب كلمة أوكرانيا نحن نقاتل من أجلها طوال سبعمائة وثلاثين يوما من حياتنا وسوف ننتصر في أفضل يوم في حياتنا من جانبه قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن الضمان الأفضل في حفظ الأمن هو حلف الناتو وإن بلاده ماضية في تعزيز جيشها والدفاع عن أوروبا أفضل الضمان لنا هو حلف شمال الأطلسي في حفظ الأمن على جانبي المحيط الأطلسي وهذا سبب آخر وراء تعزيزنا للجيش الألماني والدفاع عن أوروبا هذه هي مساهمتنا في بناء قوة مؤثرة ولأول مرة منذ عقود تستثمر ألمانيا إثنين في المئة من ناتجها الاقتصادي في الدفاع وسوف تستمر في القيام بذلك خلال السنوات والعقود المقبلة كما أكد المستشار الألماني على أن برلين والأوروبيين تمكنوا من بناء درعاً وقائياً لصد الهجمات الجوية وصناعة دفاعية فعالة في أوروبا سوية مع جيراننا الأوروبيين نقيم درعاً وقائياً أوروبياً لصد الهجمات الجوية وقد انضمت إحدى وعشرون دولة الآن إلى هذه المبادرة الألمانية وأبدى الدول أخرى اهتمامها إن مثل هذا التعاون مهم لأننا بحاجة إلى صناعة دفاعية فعالة في أوروبا يجب أن تخرج من خط الإنتاج وبشكل مستمر أنظمة الأسلحة الأكثر أهمية وقبل كل شيء الذخيرة عاماني على بدء عملية موسكو العسكرية في الأراضي الأوكرانية صراع لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية كان له أثر كبير في الداخل الروسي كما في خارجه كيف يبدو المشهد اليوم في موسكو وما رأي المواطن في الشارع الروسي حول مستقبل الصراع الدائر؟ الوضع لم يتغير بالرغم من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة دولتنا قائمة وتتقدم نحو الأمام وهذا الشيء يسعدنا لا أرغب بأن يستمر وضع الأزمة أكثر من هذا وأتمنى أن ينتهي الصراع بأقرب وقت ممكن ويحل السلام أتوقع أن الصراع سيستمر نصف عام أيضا الأزمة التي فرضت على موسكو حسب روايتها وضعت البلاد أمام آلاف العقوبات الغربية ما زاد حجم الضغوط على حياة المواطن الذي أجبر على التأقلم على نمط حياة جديد الوضع صعب طبعا ونحن قلقون وخاصة الأمهات على خلفية مقتل الشباب خلال المواجهات نقف مع كافة المشاركين في العملية العسكرية حتى تحقيق النصر ليس لدينا خيار أخر وبين التهديدات الأوكرانية عبر ضربات المسيرات وفرض حكومة البلاد تجديدات أمنية تحسبا لأي احتمال يبقى الوضع ساخنا يترقب ما ستقول إليه العمليات العسكرية عبدالجواد الرشد الحدث موسكو من كييف ينضم إلينا رمضان أوراق رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية أهلا بك ومن موسكو ينضم إلينا الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي الروسي فيتسلاف ماتوزوف أهلا ومرحبا بك معنا سيد ماتوزوف أبدأ مع سيد رمضان يعني زيلنسكي يقول سيد زيلنسكي بأنه يتعهد إذا صح التعبير بالانتصار على روسيا وأن أوكرانيا ستهزمها على ماذا بنى السيد زيلنسكي هذا التعهد خاصة بأن موضوع المساعدات الأمريكية حتى الساعة العسكرية لأوكرانيا فيها ربما بعض الخلل بالنسبة لأوكرانيا كاختلاف وتباين في المواقف الأمريكية وأيضا هناك قد يكون بعض الضعف في الإمدادات الأوروبية ما الذي ذهب به إلى هذه التصريح؟ هل من جديد؟ هل من وعود جديدة لديه؟ طبعا الرئيس زيلنسكي قبل أن أشكركم وأشكر ذيافتكم والضيف الكريم الموسكو طبعا الرئيس زيلنسكي هو أمام ضيوفه من الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون خطابا مشجعا لرفع المعنويات أولا للجبهة الداخلية الأوكرانية والقوات المسلحة الأوكرانية لأن هذه ذكرى مرور سنتين من شن روسيا حرب على الدولة الأوكرانية حقيقة هناك كلام ذو طابع شعبوي سياسي فقط من أجل تنطيف الأجواء وهو يعتمد طبعا على وعود الغرب ووعود التي نسمعها من أستولتنبرغ من العام لحل شمال الأطلسي وكذلك من بايدن الذي يضغط على الكونغرس وكذلك هناك الكثير من الأصوات وخاصة من ألمانيا التي تحط على تقديم الدعم للقوات المسلحة الأوكرانية ليس فقط دفاعا للأوكرانية ولكن دفاعا على المنظومة الأطلسية الأوروبية بشكل عام يعني هذا الكلام الذي نسمعه من زيلنسكي يتناغم ويقع في نفس الموجة مع كل هذه الخطبات التي تأتي من المنظومة الأطلسية موجهة إلى روسيا يعني ردا على ما نسمعه من وعيد ومن تهديد خاصة من ميدفيدف الرئيس السابق والمساعد لمسؤول الأمن القومي الروسي يعني هو الشيء الذي يعتمد عليه فقط على الوعود وطبعا من أجل رفع المعنويات بسألة سياسية نفسية ولكن نحن نرى في الواقع السقوط لمدينة مدينك بسبب الخلل الذي نلمسه في إمداد أوكرانيا بالذخيرة والسلاح وكذلك الدعم المالي وإذن كونه رئيسا لدولة في حالة حرب ليس له خيار آخر إلا التكلم واتخاذ هذا النسق وهذه اللهجة في الكلام والخطاب السياسي هو خطاب سياسي قبل أن يكون خطابا موضوعيا من ناحية الميدانية القتالية نحن نرى العكس لأننا نرى أن المبادرة الآن أصبحت لدى الروس وهم ربما سيباغتون الأوكرانيين بهجم معاكس مثل عدم يحور الشمال أو الجنوب وهذا ما قاله ستولتنبرغ بأن بوتن استمرار بوتن في تحقيق سيطرة كاملة على أوكرانيا في جبهات القتال وهذا ما حذر من سيد ماتوزوف هل فعليا سيكون لدى روسيا هذه الإمكانية إذا ما قدم الدعم العسكري المطلوب إلى كييف من قبل الغرب من قبل الولايات المتحدة والأوروبيين وإذا ما كان بإمكان روسيا الحسم لماذا لم يتم حتى الساعة أولا أنا واضح في الميدان في حقل القتال الآن واضح تماما لمسلح روسيا مطلقا وهذا يعترف حتى في إدارة زيليمسكي وأنا منذ يوم التقيت على حوار مع مستشار اقتصادي أردنانسكي أليكساندر مستشار مواطن أمريكي ولكن مستشار اقتصادي لرئيس أوكراني وهو يعترف حتى أوكراني من الإدارة يعترف أن قوات روسية تتقدم أن هناك خسائر مادية وبشرية أوكرانية ضخمة بعد انهيار قوات مصالحة أوكرانية في أفديفكا وكذلك أن هناك تقدم قوات روسية في كل الجبة عالف أو ربمائة كيلومتر وهذا أكده كذلك المراقبين السياسيين وعسكريين في أوروبا لذلك إيزا ستولت بن بيرغ يعتبر أن وعوده لتقديم المساعدات العسكرية الضخمة لأوكرانيا والزخائر وغيرها كل هذا كلام للرفع المعنويات معنويات التي تداهروا الفشل الأخير لقوات مسلحة ولكن سيد ماتوزوف هل ستسمح الولايات المتحدة والأوروبيين بأن تكون الأوضاع كما هي عليه الآن في جبهات القتال هل سيسمحون لموسكو بالاستمرار بتحقيق هذه الانتصارات ربما يكون هذا التقدم الذي تتحدث عنه هو سبب ودافع أساسي للتحرك السريع من قبل الغرب وإرسال دعم عسكري كبير إلى أوكرانيا يعني هم حاولوا أن يعطوا أكثر ما ممكن المساعدات مادية عسكرية والفمالية والاقتصادية كل جهود سنتين كانت تمزل الغرب ولكن بتقارن مع قدرة الاقتصادية الصناعة الأسكرية الروسية فشلوا لأن تفاوك روسي على جبهة القتال واضح تماما اليوم ولذلك أنا أعتبر شخصيا أن لا يوجد هناك أي خيار آخر إلا للقيادة الروسية إلا يتقدم هذا هو خيار آخر غير وارد وطبعا إلا أي فقط الآن في بوسط المحللين في روسيا يناقشون موضوع آخر بأي اتجاه يا اتجاه كيف يا حركف يا لفوف يا إلى أردسا نيكلايف وبردنيسترو يعني خطة العمل العسكرية بدأ يحكي فيها بروسيا وفقا لسيد ماتوزوف سيد رمضان لم تعد أوكرانيا أولوية بالنسبة للولايات المتحدة والأوروبيين يعني هل فعلا من الممكن أن ترفع الأياد عن الدعم العسكري لكييف ويذهب إلى ما يريده فلاديمير بوتن أنا لا أظن لأن حقيقة هناك أن الولايات المتحدة بدأت تتجه نحو الشرق العوسط ونحو المحيط من الجهة الأخرى الهادي وكذلك في جوار الصين يعني لديها أولويات أهم من الملف الأوكراني ولكن لن تتراجع في الملف الأوكراني بالدعم السياسي والمالي لأن انهزام أوكراني بهذا هو انهزام لكل المنظومة الأطلسية والأوروبية ولن يقبل الأوروبيون والغربيون بهذه العزيمة بأي شكل سيقومون بدعم الدولة الأوكرانية بالسلاح والذخير ولكن المسألة أن المركب الصناعي الحربي الغربي غير جاهز الآن لتقديم الدخائر بالكيمية الكافية وكذلك هناك تآكل النوع المال السياسي داخل البيت الأوروبي ونحن نشاهد ذلك هناك تآكل السياسي الآن يجري على الساحة الأمريكية قبيل الانتخابات التي ستشدها هذه الدولة هذه التأكلات السياسية ربما أدت إلى ما حدث حول أفديب التأخير في تقديم المساعدة وأصبحت أوكرانيا رهينة لهذه الانتقالات السياسية والصراعات السياسية داخل أوروبا ولكن رغم ذلك أنا أعتقد أن الأوروبيين وخاصة الدولة المحيطة جغرافيا للدولة الأوكرانية تفهمون أن روسيا إذا استمرت في تحقيق هذه الإنجازات ولو نسبيا هذا يعني أن الدور سيأتي عليهم أنا أتفهم من يقول أن روسيا لن تذهب قدما لاستضامة حلف شمال أطلسي ولكن عندما أقرأ ما يكتبه مدويد وما يقوله الكثيرون أو الكثيرين من جوار بوتين أنا أفهم من المسألة أن صقور موسكو أكثر من الذين يريدون السلام فالمسألة أصبحت خطيرة ربما تنتقل إلى حرب عالمية للأسف الشديد بسبب ما نشهده لأن الأداء الأوكراني كذلك لم يفشل هناك إسقاط لطائرات مثلا الاستطلاعية وإسقاط لطائرات ومقاتلات في العمق الروسي وعلى جبهات القتال الإعلام الروسي لا يذكر ذلك لأن إلى حد الآن فإن القوات المسلحة للأوكراني رغم كل ما حدث فهي قادرة على تحقيق الإنجازات على الجبهة كذلك المسألة أصبحت ربما ستذهب إلى استضام بين روسيا وحلف شمال أطلسي هذا الشيء الذي نخشاه ولذلك أنا ليس أوافق ولكن أنا أتفاهم الضيف من موسكو أنه يؤكد على فقط أنا أتفاهمه ويدافع على دولتي ولكن نحن يجب أن نكون موضوعيين ما يقول ستنتلبرغ ليس دعاية سياسية فهو يؤكد على أن هناك خطر للاستضام وهو يعني هذا الكلام متضمن في طيات كلامه دعنا نسأل سيد ماتوزوف وفقا لدرايته ومعرفته بالسياسية وستراتيجية روسيا هل ستذهب روسيا فعليا إلى التصعيد والصدام الذي يتحدث عنه السيد رمضان ما بين روسيا وحلف الناتو؟ روسيا لا تبادر أي خطوات التي تزيد توطر وتساعد وطائر الحرب في أوكرانيا انتلاكا من اليوم ولكن دولة أوروبية هل فشمال الأطلس لا تبادر إلى استدام مع روسيا الفيدرالية هذا نوكت ريسية كل تهديدات أن طائرات F-16 ترسل إلى رومانيا لأن مطارات اوكرانية مدمرة كليا طائرات في السيد رمضانية ليست في أوكرانيا مطارات لكي يقبلوا هذا الطائرات من هذا نو وفقط في رومانيا وإذا يتلقوا طائرات F-16 لي يدربوا المواقع قوات روسيا هذا طريقة مفتوحة والحق الشرعي لروسيا أن يردوا على المطارات لطالعات منها طائرات F-16 يعني على أراد رومانيا وهي عضو الحتف لشمال الأطلس أنا شخصي أنا أتبر أن روسيا لم تتوقف إذا سوف يستعملوا دول هلف الشمال الأطلس كمسرح لحرب ضد روسيا هذا لا يفضل ولا أمريكا ولا دول أوروبية رأي أنا شخصي أنا لا يتورد أوروبا لأن عسكريا لا يمكن أن تتقارن مع جيش روسي لأن يفهمون جيدا إمكانيات جيش روسيا اليوم التي تأخذوا المعارك في أوكرانيا ليست جيش النزامي هذا جيش العملية أسكرية خاصة هناك فقط ناس على كونتراكت مع قوات مسالحة روسية متطوعين وليست جيش النزامي وهو أكثر من مليون واحد ليست في أوروبا ولا رغبة ولا إمكانيات لأن حتى الزخير الآن ينتج صناع الأوروبية سيد ماتوزوف قد يسأل سائل أنت تحصي وتعفد الإمكانية يفضلون حربك بالأياد البشر أخرى فقط اسمح لي بهذه النقطة فقط لضيق الوقت أنت عددت الخصائص والإمكانيات والعديد لدى الجيش الروسي يعني كل هذه القوة الموجودة لماذا حتى الآن لم تتمكن موسكو من أن تحسم هذه المعركة وبظل عدم موجود أي مشاركة يعني لا يوجد داخل أوكرانيا لا ناتو ولا أي جيش من أي بلد آخر لماذا باختصار لو سمحت هذا السؤال الكبير رأي أنا شخصي أن إذا حرب تتقدم الجيوش إلى المدن هم ينظرون على المدن أوكرانية كمدن الاتحاد السوفيتي السابقة إخواننا يعيشين هناك ناس أهالي ولذلك درب على المدن أوكرانية مثل ما دربوا جيش أمريكي في موسول في سوريا في ديرازور راقة كل هذا المستحيل بزروف الحالية لجيش الروسي لذلك حفاظتا على السكان سوف يكون هناك طريقة أخرى طريقة مثل أفديف كانت محسرة وكانت تستسلم ألف مقاتل أوكرايني استسلم من يومين شكرا سيد ماتوزوف ألف واحد خلال يوم واحد وصلت الفكرة شكرا جزيلا لك وعذرا لضيق الوقت من موسكو كنت معنا ديبلوماسي السابق والمحلل السياسي الروسي في تسلاف ماتوزوف وأيضا كان معنا من كييف رمضان أوراق رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا لك